تسببت الأمطار الغزيرة في عدة أجزاء من النمسا في حدوث فيضنات وأضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد وأظهرت مقاطع فيديو عدداً من الشوارع والمباني مغمورة بمياه الفيضنات في إحدى بلدات فيزيتيريا ثاني أكبر ولاية في النمسا وكان التقص قد هدأ بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع لكن معهد الأصاد الجوية النمساوية توقعه طول المزيد من الأمطار اليوم غدا السلطات المحلية النمساوية فادت بأن الرياح العاتية أدت إلى اقتلاع الأشجار ما تسبب في غلق عدة طرق